اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التعايش السلمي وهذه هي البحرين مع مؤسسة الاعمال والحرية الدينية في واشنطن جاء اليوم الختامي لهذه الطاولة التي حوت على موائد عقلانية تتغذى على فكر المنطق في استقامة العقول وحسن توجهها نحو تفعيل اوجه التنوع الديني والادماج البحرين هي الاختيار الأنسب لانطلاق أعمال هذه المائدة ومركز الملك حمد للتعايش السلمي ساهم إلى جانب عدد من المتعاونين في تنظيم هذه الفعالية الهامة التي جمعت كوكبة من رجال الدين ورجال الأعمال تحت سقف واحد أكثر من ستين شخصية دينية مرموقة على مستوى المنطقة والعالم أجمع إلى جانب عدد من المختصين في مجال الاستثمار والاقتصاد وريادة الأعمال اجتمعوا على قول كلمة رجل واحد ليجمعوا على أن الازدهار الاقتصادي والتعايش السلمي وجهان لعملة واحدة وأن قبول الآخر معادلة قائمة رغم اختلاف الأعراق والمذاهب الأمر الذي سينعكس إيجابا على روح تلك الأجواء الرحبة من الانتاجية الخلاقة وتوافر بيئة صديقة للاستثمارات مما سيؤدي بالمحصلة النهائية إلى ازدهار اقتصاديا وتنمية مستدامة نبارك للملك حمد وحكومة البحرين إقامة هذه الفعالية المثمرة أنا شخصيا أرى أنه على الرغم من اختلاف الأديان وتنوع الأصول هنا في البحرين إلا أن الكل متفقون ويجلسون مع بعضهم ويتحدثون بشكل مباشر من أجل رفعة هذه المملكة الجميلة فالحياة طبيعية هنا بين كل الناس وأرجو من كل الدول أن تحذو حذو قيادة مملكة البحرين حيث يوجد فهم عميق وتسامح واضح واحتضان لكل إنسان مهما كان معتقده ودينه فعلا نتغنى بأغنية الشعوب المترابطة بعضها مع بعض بالإخاء وبالمحبة لأنه يمكن أن يكون لنا ألوان مختلفة كألوان الطيف لكن كلنا في النهاية نتفق معا لكي نكون لون واحد اللون الأبيض الناصع نقاشات مستفيضة ضمن جلسات الطاولة المستديرة التي جاءت مغلقة وذات خصوصية للكشف عن مختلف الآراء ووجهات النظر بين المشاركين بكل شفافية وصدر الرحب بغية الوصول إلى الصورة الحقيقية لواقع المجتمعات على مستوى المنطقة والعالم ككل لتلفزيون البحرين محمد رشيدة محمد رشيدة